ما نفع السياسة إن لم تصنع صنيعها بعلاج سكراب المشكلات المتأزمة على رفوف الاقتصاد والاستقرار والحقوق والحبل على جرار المآسي في بلاد يتعطش مواطنوها لمنتج سياسيها وقد أصيب بعضهم بلعنة الصراع على الكراسي لبل إن الأشد وطأة على مستقبل البلاد ما أبدع به سياسيون في تجريد برلمانه من أن يحول سكراب المشكلات إلى حالة إنتاجية تشريعية تضع حداً لاتساع الخرق الدستوري تارة واتساع الفجوة في الثقة بينه وبين المواطن تارة أخرى يحدث هذا في خضم فصل من فصول التأزم في الخلافات السياسية لترقى من خلافات بين أحزاب وكتل إلى تصدع داخل المكون السياسي الواحد ورغم تماسك بعض تلك البيوت السياسية وصمودها في وجه التسقيط الذي يستخدمه متنفذون سيفاً لتشويه صورة قد لا يرغبونها وفي سوق النفاق السياسي الذي ينشط في المشهد العراقي يحدث أن يبرز سياسي ما بصنعه وصنعه فيما يصبح بحسابات متنفذين متهماً في عرقلة الإنجاز البرلمانية البرلمان الذي يرجى منه التشريع والرقابة عاد ليقع من جديد في حفرة التعطيل والتعطيل هذه المرة قد يطول فالشتاء الذي يرتدي له سياسيون فروة قد يغيرونها لجلابية صيف وهم على قائمة الانتظار لأن تنجز خطوة دستورية باختيار رئيس ونائبيه وإتمام ما يرجى من مجلس يربط العراق جل آماله عليه إذن يمر الوقت بطيئاً على ما ينتظر العراقي من تحقيق مطالبه ويمر سريعاً في حسابات سياسيين انهارت بيوتهم إلا قليل منها بعد أن أصبح البرلمان في حسابات بعضهم جسراً للوصول إلى تحقيق مصالح في خريطة مجالس المحافظات ومنه إلى توزيع كأكة تشكيل الحكومات وهو بالأصل برلمان الرقابة والتشريعات وإقرار الموازنات اشتركوا في القناة